مونة تلاوي مساء الخير سيد مونة كل ام بتعيش صراع بين انه بده تفرح بابنه وبده تجوز ابنه من ميلي تانية ما بده ابنه اللي ربته وكبرته ودللته ينتقل من بيته الى بيت زوجي اخر مع امرأة اخرى هيدا الصراع انت انت ادي عم بتعيشي هيدا الصراع بين انه تفرح فيه وانه تخافي يتركيك يا استاذ مالك هيدا السؤال صعب انا كل ام بالنهاية بده يتجوز ابنه ويطلع لبرة عنا حبي افرح بابنك ابنه عندي يال مدلل عندي يال امير مثل ما بيقولوا اميري هيدا اميري حبي يجوزه وافرح فيه انت حبي تجوزي وتفرح فيه يعني انت بتفتشيله على عروس تبري ابنك انه قادر اذهبه بعمر مؤهل للزواج هو ممكن ياخد خياراته لحاله يحب الصبيه اللي بحبه والزواج بجنتيجة عليه مش هدف بحد زيته بدنا نفتش وبدنا نزوج انا بحب انا حبت اطرح الفكرة على ابنه وبدي جوز ابني وافرح فيه وبين البنت مين بيعرف مصلحة الابن اكتر الام كدوي للولد لان هي بتعرف مصلحته اكتر منه الام هي بتعرف اكتر من ابنه ويمكن قراراتها ممكن تكون صائبة اكتر من ابنه برأيك مشان هيك الام برأيك انت ست مونة بتدخل وهي بتفتش العروس لابنه ايه انا من هيدا النوع نحب هو بكفي بكفي ما نحب بيوقف باللي انا مثلا ما اتفقت انا واللي بقلتلي علي واذا انت ما عجبتك اللي هو نقيها هلا صراحة انا بيكون اللي الرأي الاهل لازم يكون اللي الرأي بها الموضوع بس اذا ما عجبتنا انا بيعطيه فكرة بيعطيه رأيي اني انا يا ماما مثلا هاي ما انا من ياسبتك بعدين هو بيقرد يا بيرجع لكاراري يا بيقولي انا مثلا اخترت خلص انا بدي برأيك بيرجع لرأيك او بياخد برأيك انا بحب يسمع قراري قدي عمره العريس 25 سنة بودك تفرحي فيه هلا بكير مش بكير 25 سنة لا ما عليك احلى شو مواصفات ابنك اللي بتشجع الصبيقية نحي رابه ابني يقبرني ابني جميل ويجنل ابني حلو ابني اميري هيدا انا بعيدته اميري ملكي هيدا يخلي لك الله يخلي لك ولادك يا راب شو مواصفاته ابني عريس عيون واسعة جذاب اثمرانة مهزة يعني تلشي بعدك وبيحب امك عن جد الله يحلي ليهم كلهم بس هيدا لأنه صغير يعني هلأ هولي كيف نجاوزيني وشي خاطب هلأ هيدا لأني انا عرف تدبره مواصفاته بحب امه مضروري كتير هو بحبني لك هم يبدو حز يعني هو بحب امه بس بعدين بديو يحبها لأي بصير في صراع بين الام والكنة بعدين عندي انا ايه لأ ابدا مشان هيك انت بتنقيها سارلك قدي عم تفتشي ايه شي شنية يعني هلأ كنت حبي انه من سليلها لأني يخطب مثل اخواته او يجوز او شي يعني هو كونه انه صغير ليتي له عروس ليتي عروس ليتي عروس ليه عروس عروس مناسبة عزيك عزيك كيف تعرفت علي وكيف عرفت علي والله عن طريق الوتس تعرفت عال عروس عن طريق الواتساب قيف تعرفت علي وعروس برات بلدنا نهائيا كمان كمان كيف تعرفت علي دخل علي رمي أنا ما كين معي تليفون قبل والله يرضى عليه جاب لي تليفون وعطوني اذا كينو بره او شي انا مорон ا أنا ببقى برد ع remake بلاش تقصني على الا بيدخل علي رقم غريب جابوا لك خط جديد جابوا لك رقم تليفون عم تستعمليه بيجي رقم غريب بفوت على هيك بفوت على أي رقم غريب بقول أنا أنه لأي بلد هيدا الرماز بتقولي أنا هيدا لليمن حكتنا مرة وانتين دخلت ألبي وعصيت أنا رايق أو عايق أو مهزبة حكتي على الواتساب عم حكي معها على طول أول شي شو قلت لك كيف يعني رقم غلط عالتا واحد يجي رقم غلط على الواتساب يا أما بيعمل له بلوك يا أما بيقول رقم غلط وما برد لا أنا عم بسأله أخذت وعا شرطة يخده أعطي معا بالحديث أنه أنت من أي بلد أو شيء عشت كيف وقلت لي أنه أنا من اليمن وأنا قدي عمرك يا حبيبتي قلت لي أنا عمري 20 سنة شو بتعملي؟ قلت لي أنا بيدرس بالجامعة وليه عم بتردع لعيك هي هيك دغري زي ما بتعرفك أنا حبي أتعرف أنا حبي أتعرف وأنا عارفة أنه هذا الرمز لليبنان يعني هي عارفة أنا ما عرفت الرمز تراجم أنا يعني هي جربت الرقم بهدف التعارض وطلعت لها أنت طلعت لها أنا وكيف من صبي من اليمن عم بتلفن بالغلط على واتساب رديت عليها صارت مشروع خطيبة ابنك عجبتني طريقة حديثة طريقة كلامة تهزيب من وراء الكاتيبي من وراء الكاتيبي تبعيتها أجمالا بصير في كتير خدايا عبر واتساب عبر الانترنت بتصير علاقات ما بتكون كيف عرفتك كيف ريحتك قلبي هايك ارتحني أخذ العطا على شو حبيت فيها حبيت فيها أن تهزيبة أنها متواضعة يمكن شو حبيت لك؟ أنا حبيتها لشخصي يعني على أسلوب معي على الحديث على طريقة كلامة على سؤالة عننا المباشرة كل يوم يعني شوف أنه من نوقت ما بلاش تتعرف عليها عم تقلي أنه مشين البنات تسأني عنهم يوميا تستفصل عن أخبارنا حتى عن أولاد ابني إذا أخذت خبر مرضة أو شي عنجد دخلت قلب دخلت قلبك الصبية وكيف حولتيا لأبك؟ تقليك يا بيت ابني على الخط أنا على أساسي تسأني كم والد عندك شي قلت لا مجوازين بس عندي واحد بأعزم أعطيتني رقم أختي حبي تحكي معي جربته عندي ما أعطت قريني أسحرت منه أنا انتبهت ولا هي قلت لأ أنا أودينك أنا رقم أنت ضربي من عندك إذا كان ضبط معناها الخطأ من عندنا من لبناء قلت لأ أنا أعطيكي رقم ابني ما دخلك بحيالة شاب أو بنت أنه برات ما أنا عم بحكي معي أنت عرفت ما تعلمي هذا يتزينك عليك أو شي علقت الصنارة علقت الصنارة وبلش بيك تواصل معها بلش من نقطة يتواصل معها أدي صارلون سوا يعني شهور ما بعرف بثبت أزاي صارلون شهور سوا على التليفون بيحكوا مع بعض على التليفون صارلون صارت صلح صارلون صارلون شكرا